أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما وبعد فأهلا وسهلا بحضراتكم في شرح كتاب الكمال والجمال في القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم يتناول بعض المباحث التي تعرفنا بالقرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى معجزة كبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن خصائص القرآن الكريم أنه معجز ويكمن إعجازه في لغته لذلك لفت القرآن الكريم أنظارنا إلى أننا لن نفهم القرآن العظيم حق فهمه ولن نعرفه حق معرفته إلا من خلال الوقوف على قوانين اللغة العربية وقواعدها قال ربي جل جلاله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأكد في أكثر من آية أن هذا القرآن قرآن عربي مبين واضح وظاهر وبعض العلماء قصر وحصر الإعجاز في اللغة في الأسلوب والبلاغة ومع تسلمنا بهذا وقولنا بأن القرآن معجز من وجوه أخرى إلا أن الإعجاز اللغوي قد بلغ الغاية والنهاية لا سيما وأنه قد نزل في الفصحاء والبلغاء الذين يعظمون الكلمة ويقدرونها حق قدرها وبلغ من تقديسهم وتقديرهم للكلمة واللغة أن علقوا بعض القصائد على أستار الكعبة تعظيما وتقديسا لها في هذا الكتاب العظيم في قرآن الله تعالى المجيد تناول موضوعات شتى وقسمه العلماء إلى آيات وسور والعجيب أن الحرف في القرآن الكريم هو حرف معجز بلغ الغاية في الكمال والجمال وتفوق على أساليب العربي وتفوق على أنواع الخطاب لديهم فالبلاغة في القرآن الكريم لا تدانيها بلاغة ولا تساويها بلاغة ولا تتفوق عليها بلاغة لذلك أفرد المؤلف حفظه الله في هذا الكتاب ما يدل على إعجازه اللغوي ويدل كذلك على موضوع هام تناوله القرآن الكريم وهو موضوع الكمال والجمال الكمال والجمال في القرآن الكريم وقسمه حفظه الله إلى ما يلي أولا منهم أهل القرآن ثانيا أحاديث جاءت في فضائل القرآن وفضائل أهله ثالثا قالوا عن القرآن ما حكاه أصحاب التجارب وأصحاب المواقف الذين اتخذوا القرآن الكريم دليلا وصاحبا لهم في حياتهم يلجأون إليه ويأخذون منه ما يزكي نفوسهم ويقوم طريقهم إلى الله تعالى رابعا أسماء الصور أسماء الصور التي جعلها الله سبحانه وتعالى عنوانا على ما احتوته وتضمنته كل سورة من سور القرآن الكريم والعلماء يقولون إن هذه الأسماء أسماء توقيفية يعني الذي سماها هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التسمية عن الوحي الشريف هذه الأسماء ترتبط بموضوع الصورة ولها دلالات ولها إرشادات ولذلك وقف المؤلف هنا مع بعض أسماء تلك الصور وحاول أن يستخرج منها الدلائل والعبر والدروس المستفادة التي تقومنا والتي تدلنا وترشدنا على ما يقربنا من ربنا سبحانه ويقفنا كذلك على أن هذا القرآن الكريم معجز ليس من كلام بشر وإنما هو كلام خالق القوى والقدر فوقف مع نوعين من أسماء الصور نوع تناول أو سمي بأسماء تدل وترشد إلى أهمية الزمان وسور سميت بأسماء تدل وترشد إلى أهمية المكان والموقع أما المبحث الذي يليه فطوف بنا المؤلف حول الجمال والكمال المعنوي في القرآن الكريم على سبيل العموم أما في المبحث الأخير فتناول الكمال والجمال اللغوي وقسمهم قسمين قسم يتناول ويظهر لنا ويبرز جمال المفردة القرآنية الكلمة القرآنية والقسم الآخر يبرز ويظهر لنا جمال وكمال الأسلوب القرآني في تراكيبه وذكر نماذج رائعة ورائقة تدل على ذلك أما المبحث الأول من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم الذين يحفظونه ويتلونه ويقرؤونه ويقيمون حروفه على حد ما جاء في علم التجويد والقراءات أن يجودون ويحسنون نطقه والتلفظ به وهم كذلك يفهمون معانيه ويقفون على مرادات الله تعالى من هذا القرآن الكريم بقدر طاقتهم البشرية وهم كذلك يعملون بما في القرآن الكريم من أوامر ونواهي فأهل القرآن هم الذين يتلونه ويفهمونه ويعملون بما فيه لأن العمل بما في القرآن من أوامر ونواهي والوقوف عند حدود القرآن الكريم هو الغاية هو الغاية العظمى من إنزال هذا القرآن العظيم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بعض الفضائل والمناقب لأهل القرآن الذين يقرؤون ويتدبرونه ويفهمون معانيه ويعملون بما فيه وأول منقبة وأول فضيلة لأهل القرآن أن الله عز وجل أضافهم إلى ذاته الأقدس ونفسه الشريفة فسماهم أهل الله كما ورد ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قالهم أهل القرآن أهل الله وخاصته والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم وحفظ ورعاية وعناية وتدلنا هذه الإضافة على أن من أقبل على القرآن الكريم أقبل الله تعالى عليه على أن من عني بالقرآن الكريم عني الله عز وجل به على أن من حفظ القرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى لأنه كلامه المنزل المعجز الذي تحدى به والذي جعله هداية للناس أجمعين من مناقب أهل القرآن الكريم أن الله تعالى رفع قدرهم وجعلهم أهل الجاه والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة إذا كان الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن رفعة ومكانة تعلي قدره وتسمو به وتجعله في أعلى عليين فعليه بالقرآن الكريم فالله تعالى جعل أهل القرآن أهل الرفعة والمكانة في الدنيا والآخرة وإذا كان أحدنا يتمنى أن يذكره عزيز أو شريف أو كريم أو يذكره من ارتفعت منزلته ومكانته في الدنيا فإن الله جل وعلا يذكر أهل القرآن يذكر أهل القرآن بأسمائهم وحسبهم ونسبهم ومما يدل على ذلك ذاك الحديث الشريف الذي روي لنا عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وفي بعض الروايات حددت لنا سورة بعينها إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة انظروا إلى هذا الشرف العظيم وتلك المنزلة الرفيعة قال أبي رضي الله تعالى عنه بعد أن بكى الله سماني لك يعني ربي جل جلاله ذكرني باسمي في الملأ الأعلى أنا معروف عند الله تعالى ويذكر اسمي عنده في الملأ الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى وهذه منزلة رفيعة ومكانة عالية لأهل القرآن كما أن مما يدل على أن أهل القرآن لهم منزلة رفيعة عند الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما اقرأ علي انظروا إلى هذا الشرف يقرأ عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع من المعلوم أن القرآن أنزل على سيدنا محمد وهو الذي يقرأه ويتلوه على أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم لكننا نجد في هذا الموقف وذاك المشهد ما يدل على مكانة صاحب القرآن وقارئه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك نزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فتلى عليه آيات من سورة النساء استفتحها حتى وصل قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فقال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان وهذا يدل على أن الإنسان يسمع القرآن من غيره وسماع القرآن من الغير باب وسبب من أسباب الخشوع والتدبر وحضور القلب مما يدل كذلك على منزلة أهل القرآن ومكانتهم عند الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل القرآن يقدمون في كل شيء يقدمون في كل شيء فكان إذا أراد أن يستخلف أميراً بعده على المدينة أو على مكة استخلف واحداً من أهل القرآن وكان إذا مات عدد من الصحابة الكرام وأراد أن يدفنهم صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقدم صاحب القرآن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد يعني يقدم عند الدفن في القبر واللحد صاحب القرآن على غيره ويقول صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة إذن هذا الحديث يدلنا على مكانة ومنزلة صاحب القرآن عند رسول الله وعند الله تعالى في الدنيا أما في الآخرة فيخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان وفي رواية فيشفعان أن يشفعان له بين يدي الله تعالى وأيضا مما يدل على مكانتهم ورفعتهم ومنزلتهم في الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجاً ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل به يعني يتعدى فضل صاحب القرآن إلى والديه لأنهما كان سبباً في إقباله عليه وفي حفظه وقراءته له كذلك أهل القرآن يوم القيامة قارئ القرآن المتمكن الذي يقيم حروفه ولا يضيع حدوده بل يعمل بما فيه من أوامر ونواهي يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة السفرة هم الملائكة الكرام الكرام البررة السفرة الملائكة وسميت الملائكة بالسفرة جمعوا سافر والسافر إما بمعنى السفير لأنهم وسطاء رسل سفراء بين الله تعالى وبين رسله أو من سافر بمعنى كاتب فالملائكة يكتبون القرآن الكريم ويعني سجلوه في اللوح المحفوظ فكان جزاء حافظ القرآن من جنس عمله يحشر مع أقرانه مع الذين كانوا يعملون بالقرآن ويتمسكون به ويكتبونه ولهم صلة وعلاقة به مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده يعني عليه شديد وهو عليه شديد فله أجران كذلك مما يدل على مكانة أهل القرآن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وسبب هذا الحديث أو سبب قول عمر رضي الله تعالى عنه وروايته لهذا الحديث أنه استخلف ابن أبي أبزى على المدينة المدينة وهو كان عبدا فقال له بعض الناس أنت تستخلفه وفي الناس أحرار وأسياد إلى آخره فدله عمر على أنه يحفظ القرآن بينه وبين القرآن صلة فالذي رفع مكانته وأعلى قدره هو القرآن الكريم ثم يروي النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما يدل على مكانة أهل القرآن عند الله فيقول يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة يعني قارئ القرآن يوم القيامة يلبس تاجا يسمى هذا التاج تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده القرآن هو الذي يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورقى ويزاد بكل آية حسنة اقرأ يعني اقرأ ما كنت تقرأه في الدنيا من آيات القرآن ورقى أي اصعد في الدرجات لأن الجنة كما تعلمون درجات هذا هو المبحث الأول أهل القرآن من هم وما فضائلهم وما أعده الله عز وجل لهم من المكانة في الدنيا والآخرة ثم ساق المؤلف حفظه الله ساق ثلاثين حديثا في فضائل القرآن الكريم اختارها وسردها واختبسها لنا من كتب السنة ويمكن أن نقسم هذه الأحاديث في فضائل القرآن إلى قسمين القسم الأول أحاديث تدلنا على فضل قراءة القرآن عموما وأحاديث تدلنا على بيان مكانة أهل القرآن وقد سخنا بعض الأحاديث في المبحث الأول عند بيان فضيلة أهل القرآن وتعريفنا بهم فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في المبحث الثاني تنقسم قسمين القسم الأول أحاديث تدل على فضيلة قراءة القرآن وتعاوده وحفظه والقسم الثاني أحاديث تدل على فضيلة أهل القرآن ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى والأحاديث التي تدل على فضل قراءة القرآن تنقسم أيضا قسمين قسم يدل على قراءة القرآن على وجه العموم يعني قراءة أي آية قراءة أي سورة على وجه العموم وأحاديث تدل على فضل قراءة بعض السور على قراءة سور بعينها سور مخصوصة سميت في الأحاديث بأسمائها على وجه الخصوص فمما يدل على قراءة القرآن عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقدها يعني صاحب القرآن يتعاهده ويداوم عليه ويحفظه ويكرره ويراجعه ليلا ونهارا حتى يكون ثابتا في قلبه وحتى يكون قلبه وعاءا لهذا القرآن ومما يدل على فضل قراءة القرآن الكريم وأن الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن الكريم ما روي عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس يعني تحركت الفرس تفاعلت الفرس مع قراءته فسكت فسكتت فقرأ فجالت وهكذا كلما قرأ كلما جالت وتحركت وتفاعلت وإذا سكت سكتت وكان ابنه يحيى قريبا منها قريبا من الفرس فأشفق أن تصيبه فتوقف عن القراءة ولما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح يعني رأى ظلة غمامة سحابة في السماء ويشع منها النور فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقول تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم لا تستتر عنهم وإنما نزلت الملائكة لأنهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يحبون الله ويحبون كلام الله سبحانه وتعالى ومما يدل كذلك على فضل قراءة القرآن ويحثنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومما يدل كذلك على فضل قراءة القرآن وتدارسه وحفظه ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهذا يدل على فضل قراءة القرآن الكريم أما الأحاديث التي تدل على مكانة أهل القرآن تدل على مكانة أهل القرآن فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة هذا يدل على مكانة صاحب القرآن وما سقناه وذكرناه من حديث أبي بن كعب حين قال له النبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البيّنة وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي اقرأ علي القرآن وتلى عليه آيات من سورة النساء وما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وما قاله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وما قاله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم يعني الذي تقدم به السن والعمر وحامر القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد كل هذا يدل على مكانة وقدر صاحب القرآن الكريم عند الله تعالى في الآخرة وفي الدنيا ومما يدل على قراءة أو فضل قراءة سور بعينها ما ورد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران يعني السورة التي تسمى بالبقرة والسورة التي تسمى بآل عمران وذا يدل على قراءة سور بعينها بعض سور القرآن وبعض آيات لها فضيلة لها فضيلة وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أي يوم القيامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو أمامة الباهلي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكاف عصم من الدجال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة كل ذلك يدل على فضل قراءة سور بعينها ومن ذلك أيضا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن يعني يقرأ عشرة أجزاء أن القرآن ثلاثون جزءا يقرأ ثلث القرآن عشرة أجزاء قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومن حافظ على قراءة سورة الإخلاص وهي تخبرنا عن صفة ربنا سبحانه وتعالى وكلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره لذلك كانت آية الكرسي أفضل وسيدة آي القرآن وكذلك سورة الإخلاص لأن فيها صفة الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلتهم يعني كان أميرا عليهم والأمير هو الذي يتولى الإمامة بهم فكان يصلي بهم فيقرأ الفاتحة وربما قرأ سورة ثم يختم قراءته في كل ركعة بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها يعني سورة الإخلاص لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه قراءة سورة الإخلاص فهذا المبحث الثاني قسم إلى قسمي ما دل على مكانة قارئ القرآن ومنزلته وما دل على فضل قراءة القرآن على العموم وفضل قراءة سور مخصوصة بعينها بعض السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن العلماء والعباد والزهاد ذكروا لنا تجاربهم مع القرآن الكريم جعلوا القرآن حياتهم فكانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويقفون عند حده ويعلمون مكانته ويعلمون قدره وهذا ما جعل المؤلف حفظه الله يذكر لنا في المبحث الثالث قالوا عن القرآن ذكر بعض مقولات أهل العلم وأهل الفضل وأهل العبادة والخير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عن القرآن الكريم وعن أخلاق أهله ذكر أبو عمر الداني في كتابه البيان بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا القرآن والعمل جميعاً أول ما ينبغي على قارئ القرآن أن يعمل بما قرأ أن يعمل بما حفظ أن يأتمر بأوامر القرآن وأن يجتنب نواهي كانوا يقرؤون عشر آيات يحفظونها ويرددونها ويراجعونها ولا يتجاوزونها إلى غيرك إلا إذا عملوا بما فيها من أوامر ونواهي وقال صلى الله عليه وسلم مخاطباً حفظة القرآن وأهله يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ارفعوا رؤوسكم كناية عن علو المكانة والمنزلة فالطريق أمام أهل القرآن واضح طريقهم إلى الله تعالى واضح فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى فعل الطاعات وهذا أيضاً أول ما يجب على قارئ القرآن أن يعمل بل هو الغاية من قراءة القرآن ومن إنزاله فهو دستور الحياة الذي يعرفنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إذن أول ما ينبغي على قارئ القرآن من خلال تجارب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن خلال كيفية تعاملهم مع القرآن أنهم يحفظون عشر آيات ثم يطبقونها ثم يعملون بما فيها وقال سيدنا عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن وهذا يدل على الأمر الثاني ما ينبغي على قارئ القرآن وتاليه أن يعمل أولاً بما فيه ثم ثانياً أن يطهر قلبه أن يقرأ القرآن بقلبه أن يستحضر قلبه أن يطلب حضور القلب قبل أن يقرأ القرآن الكريم فإذا حضر القلب وتطهر القلب من العلائق والعوائق التي تعيقه وتمنعه عن الاتصال بالقرآن الكريم عن الاتصال بالقرآن الكريم فإنه يفهم عنه ولا يشبع منه ويتمنى أن يقضي جميع أوقاته مع القرآن قارئاً وتالياً ومتعلماً وعاملاً بما فيه لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن وأخبرت من بعض المشايخ أن شيخنا المبارك القارئ الباكي هكذا لقبوه الشيخ محمد الصديق المنشاوي كان إذا طلب منه القراءة لا يقرأ مباشرةً وإنما يتمهل قليلاً وتارةً يمكث دقائق وتارةً يمكث ساعات وتارةً يعتذر عن القراءة فلما سئل عن ذلك قال أستحضر قلبي يعني يطلب حضور قلبه فإذا حضر القلب قرأ فبكى وأبكى إذا حضر القلب قرأ فبكى وأبكى وإذا لم يحضر القلب وكان منشغلاً منشغلاً بالدنيا فإن القلب لن يعي عن الله تعالى ولن يستمتع بآيات القرآن وقال سيدنا عبد الله بن مسعود إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره يعني جعلوا قلوبكم أوعية الوعاء يعني كأنه وعاء يحفظ القرآن فيه القلوب تشتمل وتتضمن القرآن وتملأ بالقرآن الكريم إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين هذه تجارب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا اجعلوا هذا القلب وعاءً يحفظ فيه القرآن ويتمكن ويترسخ القرآن فيه ويقول لنا إذا أردتم العلم إذا أردتم علم الأولين والآخرين علم الدنيا وعلم الآخرة فعليكم بالقرآن الكريم ومن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم حتى يكون لائقاً حتى يكون لائقاً بما يحمله في صدره وقلبه من آيات الله تعالى قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون يعني ينبغي لقارئ القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن إذا قرأ الآيات التي ترشده وتدله على فضيلة قيام الليل بين يدي الله تعالى وأنه من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ينبغي أن ينام بعد ذلك بل يعمر ليله بالقيام بين يدي الله تعالى يتلو آيات هذا القرآن المجيد أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون يقوم الليل والناس نيام ويصوم النهار والناس مفطرون يأكلون لماذا؟ لأنه قرأ في القرآن الكريم ما يدله على فضيلة الصيام والصيام من حكمه العظيمة أنه يفرغ القلب والنفس ولذلك نزل القرآن في شهر رمضان ونحن نقبل على القرآن في شهر رمضان ونحن صيام لأن الصيام يصف النفس ويسمو بها ويرتقي بها فتطهر من الشح والبخل ويشعر الناس ببعضهم فيعون عن الله تعالى أوامره ونواهي وينبغي كذلك لقارئ القرآن أن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون إذا أكثر الناس الضحك إذا أكثر الناس الغفلة فإن صاحب القرآن لا يغفل كما يغفل كثير من الناس وإنما يتذكر الآيات التي ترشد إلى أن هناك يوما يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين للحساب والجزاء إما ثواب وإما عقاب إما جنة عالية وإما نار حامية فيبكي من خشية الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وينبغي كذلك لقارئ القرآن أن يعرف بورعه إذا الناس يخلطون يخلطون بين الحلال والحرام ولا يميزون بينهم ولا يفرقون أما صاحب القرآن فيتحر الحلال ويبتعد عن الحرام وكذلك يعرف قارئ القرآن بصمته إذا أكثر الناس الكلام والخوض فيما لا فائدة فيه ولا منفعة يصمت وفي صمته يتفكر في بعض الآيات ويستحضرها ولا يكثر من الكلام فذكر الناس مرض وداء وذكر الله تعالى وتلاوة كتابه شفاء ودواء وأن يعرف كذلك بخشوعه إذا الناس يختالون إذا تكبر الناس وافتخروا فيما بينهم بالمال والجاه والسلطان والوظيفة وغيرها صاحب القرآن يعرف بتواضعه لأنه قرأ قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول لنا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبي غير أنه لا يوحى إليه يعني قارئ القرآن حافظ القرآن تالي القرآن هو في المنزلة التي تلي منزلة الأنبياء والمرسلين غير أنه لا يوحى إليه فكما أن النبي والرسول يتلقى الوحي الشريف عن الله تعالى ويتشرف باتصاله بالوحي الشريف كذلك قارئ القرآن لسانه دائما لا يفتر عن الاتصال بآيات الوحي الشريف ثم يقول لنا لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحدى مع من حدى ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله تعالى ينبغي له أن يعظم كلام الله تعالى لا ينبغي له أن يحدى مع من حدى يحدى من الحدة وهي الغضب الغضب الشديد فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يغضب وأن يتفوه بكلمات يسببها له غضبه وأن يتفوه بألفاظ نابية ولا أن يجهل مع من يجهد لا أن يرد الإساءة بإساءة مثلها ولا أن يتفوه لسانه بكلام فاحش لماذا؟ لأن القرآن الكريم في جوفه في جوفه كلام الله تعالى في بعض الروايات لهذا القول لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحدى عرفنا أنه من الحدة الغضب يعني لا يغضب كما يغضب الناس لا يستفز لا يعني يستنفره بعضهم لأن يؤذي أحدا بيده أو لسانه وكذلك وردت في بعض الروايات أن يجد مع من جد أن يجد بمعنى أن يجتهد في أمور الدنيا مع من يجتهد في تحصيل هذه الشؤون المتعلقة بالدنيا لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية ونعيمها دائم لا يزول وفي بعض الروايات أيضا أن يجد مع من يجد أن يجد مع من يجد أن يجد في نفسه شيئا لا يليق بالقرآن الكريم أن يجد في نفسه بعض الصفات التي نهى القرآن الكريم عنها وفي الرواية التي قالت أن يجد بعضهم قال يجد بمعنى يتكبر أو يتعاظم أو يرى نفسه فوق الناس لا يعجب ولا يغتر لأنه قرأ آيات التواضع والآيات التي تدله على أن يكون خاشعا خاضعا يعامل الناس بأخلاق القرآن وهذا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لنا عن مكانة القرآن الكريم جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم بالخالق جل جلاله جمع علم الأولين وعلم الآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون في المستقبل والعلم بالخالق جل جلاله فالقرآن يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى ويقول عبد الله بن عمر وعليكم بالقرآن فإنه عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقلا القرآن واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم وهذا الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله يبين لنا أيضا أخلاق أهل القرآن فيقول حامل القرآن حامل رواية حامل راية الإسلام حامل القرآن حامل راية الإسلام أي أنه يمثل الإسلام الإسلام تجسد في شخصيته وصورته فلا ينبغي أن يشويها هذه الصورة بما يشويه صورة الإسلام والقرآن لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا أن يلهو مع من يلهو ولا أن يسهو مع من يسهو وينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى الخلق حاجة لا إلى الخلفاء فمن دونهم وينبغي أن يكون حوايج الخلق إليه يعني ينبغي إذا أراد شيئا نزلت به فاقا أو أراد تحقيق حاجة عليه أن يسألها من ربه سبحانه وتعالى ومن التجارب التي يعرفها التي يعرفها من ذاق وعرف وجرب أن الله تعالى لا يعني ينزل الذل ولا الشدائد ولا المصائب بأهل القرآن الكريم وإذا نزلت بهم لطف بهم سبحانه وتعالى لأنهم يحملون كلامه فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالسؤال لغير الله تعالى بل يسأل ربه سبحانه ولا مانع بعد ذلك أن يأخذ بالأسباب وأن يذهب إلى من وكل الله تعالى إليهم تحقيق مصالح العباد وقضاء حوائجهم وقال الوليد بن المغيرة بعد أن سمع القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه والحق ما شهدت به الأعداء شهد شاهد من أهلها على فصاحة وبلاغة هذا القرآن العظيم أما الإمام السيوطي رحمه الله فإنه جعل القرآن الكريم منبعاً ومصدراً لكل العلوم وساق في إتقانه نوعاً خصصه للعلوم المستنبطة من القرآن الكريم ورد جميع العلوم إلى القرآن الكريم فعلم الزراعة أخرج له ما يدل عليه من الآيات وعلم الفلك وعلم العبادة وعلم الشريعة إلى آخره وساق عدداً من العلوم عددها وأتى بالدلائل من آيات القرآن عليها وجعله منبعاً لتلك العلوم جميعاً وهنا نقل المؤلف عنه قوله وإن كتابنا القرآن له منبع العلوم مصدر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع الله تعالى فيه علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي فترى كل ذي فن منه يستمد كل صاحب علم كل متخصص في فن معين يعود إلى القرآن الكريم ليأخذ منه ما يخدم فنه وعليه يعتمد فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام والنحو يبني منه قواعد إعرابه ويجعله أمامه القاعدة والأصل الذي يطبق ويأخذ منه الأحكام والقواعد والقوانين النحوية واللغوية هنا عرفنا في تلك المباحث من هم أهل القرآن وماذا يفعلون وما هي أخلاقهم وما هي فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى وسنواصل شرح المبحث الرابع في المحاضرة القادمة انقدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم